اشتركوا في القناة اصدي ايه برصيدك السابق عند ربنا اصدي بيه الشغل اللي انت بتشتغله على نفسك لما الدنيا تبقى جميلة اللي انت بتحضر بيه لما الدنيا تبقاش جميلة اصدي ايه لما الدنيا جميلة اللي احنا بنسميه الرخاء مفيش فتن مفيش حاجة بتضغط عليك مش متعرض لشبهة ولا لشهوة شغال على نفسك جامد مش معنى انك انت مفيش شبهة ولا في شهوة ان انت تريح علشان مفيش حاجة وتستنى الشبهة أو الشهوة تيجي عشان تبدأ تشتغل غلط المفروض لما الدنيا تبقى مفيش عندك فتن بتصدك أو شبهة أو شهوة تلحق جدا جدا تشتغل على نفسك جامد 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 علشان يوم ما تيجي الفتنة أو الشبهة أو الشهوة ربنا سبحانه وتعالى يعرفك اللي هي المرحلة التانية اللي تسمت الشدة قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى ربك في الرخاء يعرفك في الشدة هو ده اللي بقول عليه سبب من أسباب السبات عرفت ربنا قد إيه في الرخاء على قدر هذه المعرفة يعرفك سبحانه وتعالى في الشدة الشدة ده تبقى إيه فتنة نساء فتنة مال شبهة شديدة شهوة شديدة تلاقي كل الناس ويعت وإنت الوحدك اللي ما ويعتش أضرب لك ثلاث أمثلة من القرآن والسنة منها يوسف عليه السلام في فتنة امرأة العزيز كلنا طبعا بنقرأ إنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن سبب آخر من أسباب تثبيته ليوسف عليه السلام لما قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين قراءة تانية إنه من عبادنا المخلصين يعني علشان يوسف عليه السلام مخلص معانا من زمان الوقت ده طلعناه من الفتنة دية وصرفنا عنه السوء والفحشاء الحاجة التانية زكريا عليه السلام لما دعا ربنا أن يرزقه الولد ربنا وصف المشهد دوت قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة لصورة الأنبياء إنهم كانوا كانوا عندهم رصيد سابق إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والمثال الشهير اللي في السنة إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف التلاتة اللي دخلوا الغار وتسدت عليهم الغار وصخرة والكلام دوت كل واحد فيهم طلع حاجة من رصيد السابق علشان الصخرة تنفرج قليلا الأولان يتوسل ببر الوالدين السابق لي إزاي هو وقف على والديه وسقاهم اللبن وصبر وبتاع التاني يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه تعفف عن الزنا وكان فيه فرصة قدامه فعلا يزني بأحب البنات إليه متركها لله سبحانه وتعالى التالت توسل بالأمانة إنه إزاي الأجير ما خدش الأجر وإن هو شلهوله ونمهوله لغاية ما بقى حاجة كبيرة قوي وجي في الآخر خد كل الحاجة الكبيرة ديت كان أمين وكل واحد فيهم كان بيقول الكلمة الرائعة اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه والصخرة إيه تنفرج إعلق الداب اللي أنا بقوله لأن أنت الشبهة اللي هتتعرض لها دي صخرة الشهوة اللي هتتعرض لها دي صخرة الفتنة الكبيرة اللي هتجي لك دي صخرة لازم عندك رسيد سابق بقى ساعتها تتكلم بيه تقول يا رب أنا بعمل كذا وكذا وعملت كذا وكذا اللهم إن كان هذا العمل خالص لوجهك يا رب سبتني يا رب ما تفتنيش يا رب نجيني يا رب يا رب طلعني على خير يا رب توفني على الهداية والإسلام وطوء تتوسل بقى بالرصيد السابق اللي ليك ده عند ربنا ده مش رياه انت بتكلم ربنا تتوسل لي بالعمل وتتودد لي بالعمل الصالح فقد إيه ممكن عمل صالح زي ده ينجيك ربنا سبحانه وتعالى يذكرك به ربنا سبحانه وتعالى يعرفك به فينجيك من هذه الشبهة أو من هذه الفتنة ثم إن الإنسان لما بيكتر من السواب الخير ومن أعمال النوافل ربنا بيحبه فلا يزال عبد يتقارب إليه بالنوافل حتى إيه أحبه طب ربنا حبك خلاص هتتفتن إزاي إذا كان إذا أحبك كنت سمعه الذي يسمعه به بصره الذي يبصره به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها ولا إن سألني لو أعطينها ولا إن استععزني لو أعيزنها يعني كمان برضو نرجع تاني ويقول دعائك مستجاب يبقى السواب الخير الرصيد السابق من الحاجات المهمة اللي بتدعم بيها طريقك إلى الله وبتضمن بي إن شاء الله استبات على الطريق ربنا يثبتنا وإياكم السلام عليكم ورحمة الله